طيب أنا هنا أرجع لكابتن حشيش أنا في المباراة الجاية يا كابتن أكسف الدفاع بتاعي جداً علشان ما حدش يعرف يقرب لي ولا أنا أكسف الهجوم بتاعي جداً علشان أقدر أحقق أهداف وفي نفس الوقت أشغله طول الوقت عن الشبكة بتاعتي الوضع الطبيعي بتاع المباراة اللي زي بوكردين إن شاء الله يبقى فيها سيناريوهات وفيها تأسيم للوقت يعني معروف إن في المباراة المهمة أو أي مباراة عموماً أصعب وقت اللي هو أول ربع ساعة وخصوصاً لما تلعب على الأرض الخصم في مباراة زي دي والخصم مغلوب عنده عامل الوقت معندوش الرفاهية بتاعته كل ثانية بتعدي وكل دقيقة وكل ربع ساعة وكل نص ساعة بتزود عليه الضغوط لأنه هو لازم على الأقل في المرحلة الأولانية يجيب هدف عشان يتعادل ويبدأ يبص المكسب عشان كده 1-0 مزيتها لو هنتكلم على الإيجابيات بغض النظر عن الأداء أن أنت برضو أنت اسمك كسبان كسبان السنغال هنا هو هناك ما كسبكش هو لاب معاك ضربات ترجيحية عشان حد يبقى هو اللي حيفوز بالبطولة هنا أنت المباراة بغض النظر أنه هاجم وضاغط وضيع وكده إنما أنت كسبان مصر فازت على السنغال هو أنت رايح بتحافظ على هدف جيبته غير ما يكون رايح مثلا 0-0 مش بتحافظ على حاجة اللي يعب سجال بقى إنما أنت بتحافظ على حاجة هو عايز يحصلك عايز يجيب جون عشان يتعادل فالوقت صعب جدا ضغط برضو الجماهير هيبقى عليهم لأن الجمهور هيبقى مستعجلة أكتر منهم كل دقيقة بتعدي مش عايزين يخشوا في سيناريوهات الشغط التاني الصعبة فهو عايز على الأقل يطلع الشغط الأولاني جاي بهدف عشان يرجع البداية تاني مصر ما ينفعش تبدأ المباراة إنها تهاجم أو تضغط من فوق ما ينفعش لأن الضغط من فوق ده أولا محتاج مجهود مبكر أنت ممكن قد تحتاجه بعد كده وقد تحتاجه في الوقت الإضافي اللي ممكن يتعمل ولا أنا فلسطي وأنا اللعيبة بتوعي فرش وزي الفل وبداية المطش فأنا كسف هجومي وهم لسه بكامل طاقتهم قبل الإجهاد أنا كسف هجومي معناها أن أنا لازم أستحوز وأقدر أنقل بكورة من نص ملعب للنص التاني وألعب على الجناب وبدي بصراحة دي مش عندنا دلوقتي عشان بس نتكلم صح دي مش عندنا إحنا بنعتمد على يعني الكورة طويلة إحنا حتى التلاتة بتوعي نص الملعب عشان ما فهمش بلاي ميكر وإحمد عارف الكلام ده فمش قادر تعمل الاستحواز فبتضطر تلعب اللعب الصريح لبين المساكين وتلعب كورة في الحتة الفاضية دي ممكن تجي لك وتبقى مناسبة قوي للمبراءة اللي هناك لأنه هو أعتقد أنه هو على أرضه قلنا الكلام اللي فاد ده أنه لازم يضغط بديه أنه هو يضغط من أول دقيقة يخوفك يجيب فيك جون مبكر يلقبتك يقولك لأ ده أنا جاي لك بقى تاني واخد بالك فممكن يتلاقي مساحات وراء المدافعين اللي هي بيجدها صلاح لأن صلاح مش عايز لها بمقفول لأنه هو قريدي أي مطش صلاح بلعب فيه بيبقى الباك اللي مسكه وفيه واحد مقرب وفيه المساك ميل كمان إذا ما كانش الديفندر ميل نحيطه فبيبقى مخنوق في الحتة دي فهو فرصة صلاح في المساحات أعتقد برضو لو لاعب مرموش أو تريزي جي عندهم الحتة دي فممكن إحنا نستغل السيناريو اللي واحد بيفكر فيه أن خلال الضغط ده أنت تقدر تجيب حاجة ودي حتفرق معك جدا دي ممكن تربك الحسابات بتاعة السنغال أهم حاجة لو ما حصلتش ما قدرتش تجيب حاجة ما بتخلش فيك هدف مبكر لأن هدف مبكر المطش هيبقى متعلق على جون درب الجزاء غلطة كرة فاول من برة زي الفاولات الكتيرة اللي احنا برضو أخطأنا فيها وعملناها على الثمنتاشر بتاعنا خلال المطش اللي فات ودي كانت أنت كل كرة بتبعى الثمنتاشر عندنا بنعمل إيه يا رب ربنا أسطر لأن عندهم أطوال وعندهم ناس وفعلا كذا واحدة كانت خطيرة هناك تبقى أخطر فزي بقولك أهم حاجة أن تتقسم مبراه وتطلع الشوط الثاني على الأقل صفر صفر الشوط الثاني له حكاية ورواية أن أنت برضو بتقفل هو حيزيد كل الوقت ما بيعدي حيزيد الضغط بتاعه الباك اليمين اللي كان بيطلع والتاني مستني لقى اللي اتنين هتليهم طلعين هتلاقي اللي اتنين الديفندرات واحد منهم مكمل بقى ما أنت لازم أصلي يعني خلاص أنت بتتكلم أنك لازم تجيب حاجة عشان على الأقل التعادة دي ممكن تخلق مساحات نقدر إحنا يعني نخطف حاجة